السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم خليص مو اليوم سأحاول أن أقوم بعمل فيديو صغير شيئا ما وأشرح لك الأشياء المهمة بخصوص عملة بيكسل هذه العملة سأعطيك سعر ديالها المتوقع المتوقع على أنني سأرى هذا السعر إضافة لأن الناس شيء خطير عملته بخصوص الناس التي تدخل إلى ناشباد وأكدت عليك في أحد الفيديو التي تحدثت فيه على تعريف البيكسل وكذلك تحدثت على موضوع البيكسل بشكل كامل هذا الموضوع هو أن الناس تقوم بالدخول في هذا اللاشباد بعملة البامبي فأولا نتحدث عن هذا الموضوع فلو شاهدت معي يا أخي عملة البامبي حاليا عملة البامبي حاليا هذا الفريم الأربع ساعات فهنا كان حديث على هذا اللاشباد ولاحظنا أن في هذا المستوى هنا لاحظنا على أنه يوجد في حركة إيجابية للعملة لو تلاحظ معي هذا المستوى لتشاهد الحركة الصعودية على تشاهده معي هنا هذا شيء عادي جدا تحرك السوق بيتكوين يتحرك بشكل إيجابي هذه نقطة إيجابية أضف إلى ذلك نقطة من بين النقاط اللي ساهمت في صعود العملة واللي هي هذه العملة اللي هي بيكسل يعني في اللاشباد هذا لاحظنا على أن الناس تشتري البامبي بكتر من أجل أن تدخل في هذا اللاشباد حتى تفهم معي الفكرة فعندما تدخل الناس بعملة البامبي فهذا يعني على أنك قمت بالاستثمار أو قمت بشراء عملة البامبي يعني أنه أي حركة الصلود أو نزول هذا يؤثر على العملة وبالطبع يؤثر كذلك عليك لأنه يكون على يقين على أنه خلال نهاية هذا اللاشباد ستعرف عملة البامبي واحدة العملية التي تؤثر عليك بمعنى أن الأرباح التي ممكن أن تحصل عليها من عملة بيكسل قد تخسرها في عملة البامبي هذه هي الفكرة التي أريد أن أوصل لها لك لهذا يعني عندك جوجدين طرق يعني الطريقة الأولى التي تربح منها يعني بيكسل التي هي عن طريق الدخول في هذا اللاشباد يعني من خلال عملة الفديرس دي إضافة إلى عملة البامبي يعني عندك عملتين هنا لكن الفرق ما بينهما هو أن الأرباح في البامبي تكون مرتفعة وهي 80% والأرباح في الفديرس دي تكون 20% ولكن 20% تكون مضمونة فهذه هي الفكرة التي أريد أن أوصلها إضافة إلى أن الأرباح يعني في هذا اللاشباد هي 600 كبيرة والضخمة والتي تحتاج إلى أن نتكلم عن ربح هذه العملة إلى غير ذلك فعليسا بين المثال أنا قمت باستثمار العملة لمدة أو بدل الدخول في هذا اللاشباد لمدة 7 أي من ما أحصل إلا على 1.5 أو 1.6 من هذه العملة تخيل معي يا أخي تخيل معي أسبوع كامل يعني إستثمار العملة وليسا بمبلغ كبير إستثمار بالمئة دولار يعني أنه لو أردت أن تربح من هذه العملة فتكلم فوق العشرين ألف دولار فما فوق هذا كحد أقصى أو كحد أدنى للدخول في هذه اللاشباد أنا أتحدث كطريقة لأريب كطريقة لإستفادة من هذه اللاشباد أما بالنسبة للناس التي تدخل بالخمسين والستين والسبعين دولار والثمانين والمئة والألف فهذا الأرباح لن تحصل عليها بالشكل الذي أنت تريده فأنا بالنسبة لي حصلت على 1.6 تخيل معي 1.6 كم سيكون سعر العملة عند إطلاقها؟ هذا سؤال ثاني سأجيب عليه بالنظر إلى سعر أو بالنظر إلى العملة إطلاق العملة يعني العدد الإجمالي للعملة هو 5 مليار فأنا متوقع لأنني أرى أن العملة ستكون في سعر 0.7 أو 0.6 يعني كموية يعني كحد متوسط على السنة الشاهدة في 60 سنت و 50 سنت يعني ممكن أن تصل حتى إلى 70 سنت لكن لا أعتقد أنه سيكون شيء آخر فوق هذا بالنسبة لي كذلك هناك الناس ستسألوني يعني كيفية ربح هذه العملة من داخل اللعبة إن شاء الله سنقوم بطرح لكم فيديو خاص لهذه اللعبة ونقوم بشرح بعض الأشياء بخصوصها بالنظر كذلك إلى حتى لا يكون الفيديو طويل واحد ثلاثة من من المشاهدة سأعطيك فقط نظر حول العملات السابقة التي كانت في لانش بعد استفاد منها الكثير إلى غير ذلك يعني سنعطيك أنا أو سأقوم بمشاركة معك كيف كانت حركتهم كيف كانت حركتهم في هذه الفترة فعلى سبيل المثال عملة آخام يعني على سبيل المثال لو شاهدنا حركتها في بدايتها فلائما نشاهد على أنه في ارتفاع جنوني في البداية في هذه الفترة وفي الغالب بمجرد يعني في هذه المناطق لن تستطيع شراء العملة حتى لو فعلت ما فعلت ستستطيع في شراء هذه العملة يعني إلا بعد تقعيب المرور يعني واحد الخمسة عشر لعشرين دقيقة بعد إطلاق رسميح لا يمكن شراء والسعر الذي يعني لو وصل بك أو لو قمت بشراء السعر من هذا المكان فكن على أكيد أنك ستنتظر إلى أيام وشهور حتى تصل الأحوال حتى تعود أو حتى تحصل على مبلغك أو حتى تحصل على المبلغ الذي قمت باستثماره يعني أنت حينها لن تعود تريد الباح أنت تريد هنا أن تخرج ولو بتعادل لهذا أخي حاول أن تستطمي مبلغ جيد وتتحمل خسارته هو تختار المكان المناسب وأفضل على حسب أنا على حسب أنا الشخصي فأفضل أن تقوم على الأقل لو تريد أن تستطمع لو تريد أن تستطمع فإنتظر على الأقل أربعة أيام بعد إطلاق حتى تهدأ الأمور حتى تهدأ الأمور لو شاهدنا خلال هذا الفترة مثلا في هذه العملة الأخم أو حتى في عملة أوبن كامبوس يعني على سبيل المثال هذه العملة التي شفنا فيها نزول قوي جدا و هذا بالطبع أنا راجع إلى ما شفناه في الفترة الماضية لخصوص أن نزول السوق بشكل كبير إلى غير ذلك أن تحدث هنا على الفريم اليومي فلو شاهدنا هنا الحركة هنا بدأت في محل الصعود و متوقع لأن الصعود سوف يستمع لأنني نجد مرة أخافة الواحد عشرين وواحد ثلاثين سنتين يعني أنا إن شاء الله سيكون حتى عندي حديث حول هذه العملة وطريقة الاستثمار أو ليس بطريقة الاستثمار بل التحدث عن الأشياء الإيجابية لو تحدثنا كذلك على كذلك هي من بين العملات التي دخلت إلى مؤخرا وكان كذلك عندها حديث أو كان كذلك وكان عندها رضا إيجابية يعني في البداية كانت تحرك بشكل إيجابي وجاء هذه الصعودة اللي شفناه هنا كان بالطبع أن الحيتان تدخل وستلاعب وأن تكون أنت بشكل تعرف كيف تستعمل في مثل هذه الحالات بنسبة لطريقة أنا شخصية حتى من هذه الحلقة فأنا أشتغل في الشمعة الأولى في الشمعة الأولى فأقوم بعملية الشراء والبيح أقوم بعملية بالنسبة للناس التي تفهم ذلك أنا هكذا أشتغل تقريبا أيام أو حتى أوكي في هذه الشمعة في هذه الشمعة بعد إطلاق العملة أدخل إلى العملة يعني أكسب 21-30 دولار من خلال مبلغ يعني أضع مبلغ جيد وأقوم بالخروج من العملة لأن أنا أعرف كيف كيف تدخل كيف تخرج ووقت الشراء ووقت البيع وسبقنا أن تحدثنا عن ذلك في واحد الفيديو يعني في قناة يمكن أن تدخل إلى قناة وتبحث عنه وإن شاء الله سأضعه لك حتى في صندوق الوصف كذلك من أهم المشاكل التي يمكن لك أن تقوم بالحصول عليها أو المشاكل التي يمكن أن تقع فيها هو بالنسبة للناس المبتدئة فلا أنصحك لو كنت مبتدئ أن تقوم بالمشاركة في اليوم الأول أو اليوم الثاني أو اليوم الثالث ولو استطعت أن تبتعد بشكل أكبر عن هذه العملات الجديدة فيفضل ذلك هذه العملات تشكل خطوة كبيرة جدا على رأس المالك لهذا لو كنت مبتدئ فأفضل أن لا تدخل في هذه العملات فما تبقى لنا إلى نهاية الحلقة وإن شاء الله سيكون عندنا حديث آخر حول عملة بيكسل في قناتنا قناة سمو بول لا تحقق في الفيديو جديد وصلا